أوائل هذا العام دخل الأمريكي ديفيد بينت البالغ من العمر 57 عاما التاريخ كأول شخص ينقل له قلب خنزير معدل وراثيا بينت كان مصابا بأمراض قلب مزمنة كان الإجراء الطبي هذا أمله الوحيد الجراحة الثورية نالت اهتماما كبيرا الملايين تابعوا تفاصيل العملية التي أجريت في يناير الماضي في المركز الطبي بجامعة ميرلاند الأمريكية والتي استمرت لسبع ساعات أثناء تلك الجراحة لم يرفض جسم بينت قلب الخنزير المعدل وراثيا الذي تم زراعته داخل صدره فوضع الكثيرون آمالا كبيرة بأن تتيح هذه العملية وعمليات مماثلة لزراعة أعضاء حيوانية لدى البشر لصد النقص في الأعضاء البشرية بحسب الأطباء عمل قلب بينت الجديد لعدة أسابيع بصورة جيدة جدا من دون أي إشارة لرفض جسمه له تمكن من قضاء وقت مع عائلته والمشاركة في جلسات علاج طبيعي لمساعدته على استعادة قوة لكن المركز الطبي في جامعة ميرلاند أعلن أن حالة بينت تدهورت منذ بضعة أيام توفي للأسف يوم الثلاثة قال بارتلي غريفث وهو الطبيب الجراح الذي أجرى عملية الزرع يقول نحن مفجوعون بوفاة بينت لقد كان مريضا شجاعا ونبيلا وقاتل حتى النهاية نتقدم بأصدق التعازي لأسرته حتى الآن لا يعرف بالتحديد سبب وفاة بينت طبعا لكن محمد محيد دين وهو المدير العلمي لبرنامج زرع الأعضاء الحيوانية في المستشفى يرى أن تجربة تكللت بالنجاح يقول حصلنا على معلومات قيمة جدا وأدركنا أن قلب خنزير معدل وراثيا يمكن أن يعمل بطريقة صحيحة في داخل جسم الإنسان نزال متفائلين ونعتزم الاستمرار في عملنا خلال تجارب سريرية مستقبلية أهمية عملية بنت تكمن في صعوبة إيجاد أعضاء للمرضى المحتاجين لها ففي الولايات المتحدة لوحدها هناك قوائم انتظار بها أكثر من 100 ألف شخص ينتظرون عملية زراعة أعضاء يموت 17 شخصا يوميا في أمريكا بسبب نقص الأعضاء بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية يموت عالميا نحو 18 مليون شخصا سنويا بسببها أيضا أسرته أشادت بالطاقم الطبي وطبعا بأبيهم نتحدث هنا عن مقاله ابنه وهو ديفيد جونيور يقول عن العملية وعن والده يقول نأمل أن تكون هذه القصة بداية الأمل لا نهايته نحن ممتنون لكل فكرة جديدة لكل حلم شجاع لكل من سهر لإنجاز هذه العملية التاريخية يرى للعلماء ومشاهدين أن أعضاء الخنزير هي الأقرب إلى أعضاء الإنسان من حيث البنية والوظائف لكن عملية زراعة عضو الخنزير في إنسان ليس بالأمر السهل تبدأ بعدة تعديلات وراثية على جينات الخنزير تفادع لحصول لفظ فوري من قبل جسم المريض للعضو المزروع فينتج عن هذه العملية خلايا معدلة تستخدم تلك الخلايا المعدلة في تطوير أجنة خنازير هذه الخنازير المعدلة وراثيا يتم الاحتفاظ بها في بيئة معزولة بايولوجيا ثم عندما يصل الخنزير إلى سن معينة تتم زراعة العضو المطلوب وفي حالة المريض الأمريكي كان القلب يتم زراعته في المريض طبعا على الرغم من التعديل الوراثي لجينات الخنزير المريض سيضطر لتلقي أدوية لكبح جهازه المناعي حتى لا يرفض جسمه العضو مستقبلا شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها